جسم متحرك بسرعة منتظمة حيث كمية تحركه أربعة أمثلكو ثلاثة خلاص فاكر كمية تحركه أربعة أمثلكو ثلاثة ويبقى السرعة بتحتك بكام؟ برافو عليك بربعة ليه؟ أهو البي مش بتسوي m في الفي أو هنسمي ده أربع ام بتسوي m في الفي الام تروح مع مين؟ مع الام يبقى v بربعة خلاص انت عايز مين؟ قالك المسافة حلوة أوي يبقى المسافة المخطوعة دي هتسوي كام؟ صح V في T 4 في 5 بكام بعشرين ده سؤال جميل جدا سهل جدا يبقى الإجابة هتطلع 20 متر السؤال بعد كده كرة كتلتها نص كيلو جرام حلو تتحرك بسرعة إيه نقط من جسم آخر كتلته 1 كيلو جرام لا استنى بقى لهم نفس كمية التحرك قال لك آه لهم نفس كمية التحرك مدام لهم نفس كمية التحرك يبقى الكتلة والسرعة علاقة عكسية صح والدليل تقدر حضرتك تحرك عجلة لكن ما تقدرش تحرك عربية أو تقدرش تحرك ترلة ليه؟ لأن كمية التحرك أو الكتلة والسرعة علاقة عكسية بالآخر يبقى بالتالي كل ما الكتلة بتاعتك تقل كل ما تكون سرعتك أكبر يبقى الإجابة هتكون كام؟ هتكون أكبر من صح السؤال بعد كده إذا قلت كتل الجسم النصف وزادت كمية التحرك للضعف فإن السرعة التي يتحرك بها هتكون إيه؟ أنت بتقول زادت كمية التحرك للضعف مش الفي هنا بتساوي بي على الام أنا عايزك تركز معي في الحيطة لنا بي على الام أوكي البي هنا زادت للضعف هتحط المكانها اتنين والسرعة ها؟ والكتلة كمان قلت لمين؟ آه قلت للنصف يبقى تحط هنا نصف وما تكتبش المصد هنا اتنين على نصف بك أربعة وتاخد كلمة أربعة مين أربعة؟ يعني هنا تزداد لأربعة أمثلة شفت بقى سهلة ازاي؟ خلي بالكو علشان للأسف في ناس بتطلقبط في الحاجات تمام؟ يبقى لجابة تزداد إلى أربعة أمثلة ده بالنسبة بقى لكمية التحرك تعالا بقى نشوف قانون نيوتن التاني قانون نيوتن التاني راجع كده مع بعض مراجعة بسيطة إن الـ F بتساوي بف ايه؟ أو ممكن أسمين معدل الزمن للتغير في كمية التحرك صح؟ وأنه أو ممكن نقول الكتلة في حاصل أو التغير الزمني في السرعة ده هو مين؟ قانون نيوتن التاني أو إذا أثرت جسم قوة على الجسم تمام؟ فالنوة تكسبه عجلة العجلة يتتنسب طردية مع القوة وعكسيا مع مين؟ مع الكتلة